الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات أكثر الناس ينساقون وراء الدنيا عندما تظهر زينتها وجمالها وحليتها الدنيا خضرة حلوة ينجرون وراء الأموال وراء الأشكال وراء الأعمال المختلفة فمنهم عبد للدنار والدرهم قد أقلق نفسه بالمبيعات والدولارات وأخبار البورصة والمؤشرات حتى شغله ذلك عن حقوق الله وعن الواجبات ومنهم عاشق نساء وما حوت الأفلاو من المنكرات وآخر يعشقوا السياحات والسفريات والرياضات العام الماضي عدد السياح في العالم كان 900 مليون كم أنفقوا؟ في أي شيء ذهبوا؟ كم منهم كانوا في مرضات الله؟ كم منهم كانوا في المباحات؟ قضية الإنشغال بالدنيا والافتتام بها كم أهلكت من الناس؟ في المقابل هناك أناس أذكياء ذو فطنة إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة فكروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة عبد الله بن حسن لقي امرأة جميلة في الطواف فلما نظرت إليه وإلى جماله مالت نحوه وطمعت فيه فقال نفسي تزين للدنيا وزينتها وزاجري من حذار الموت يثنيني فتركته ومضت الحمد لله لقد أصبحت دنيا يلي عن نفسها زاجرة رضي الله عنه علي تمثل في محرابي قابضا على لحيتي وهو يتململ تململ اللديغ يقول يا دنيا إلي تعرضتي أنبي تشوقتي هيهات هيهات غري غيري قد بتتك طلقتك ثلاثا بلا رجعة فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطش وفتك الله يقول في كتابه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا يعني الزرع بعد مدة ماذا سيصبح مصفرا ثم يكون حطاما يابسا يدعس بالأقدام ثم يكون حطاما تذروه الرياح قال تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا في حقارة الدنيا فقال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع بما ترجع رواه مسلم كم أخذت هذه الأصبع من البحر هذه نسبة الدنيا للآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء حديث صحيح الناس الآن تراهم عن الآخرة في شغل فاكهون فكم لأحدهم من جناح البعوضة أما أهل الإيمان هانت عليهم الدنيا فتركوا الزخارف أخذوا من الدنيا ما يحتاجون الأموال عندهم مثل بيت الخلاء لا بد منه ولكن النفس لا تتعلق به حاجات الدنيا عندهم مثل الرجل الذي عنده دابة حمار فهو يحتاج ليركبه لكنه لا يتعلق به قلبيا فهو يحب الحمار ويهوى الحمار ويحلم بالحمار لا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة قوموا إلى جنة عرض والسماوات والأرض نفوس الصحابة ما كانت متعلقة بالدنيا فساهل على عمير بن حمام أن يقول يا رسول الله جنة عرض والسماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن قال ما يعملك على قولك بخن بخن وهذه العبارة تقول عرب لاستحسان الشيء قال لا والله يا رسول الله إلا رجعت أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم أقبل على الكفار فقاتلهم حتى قتل والحديث في صيح مسلم حياة طويلة أكل تمرات هذا زمن طويل نعم بالمقارنة إلى ما يحجزه ويفصله عن الجنة عبد الله بن جحش رضي الله عنه يقول يوم أحد اللهم أني أقسم عليك أقسم عليك أن ألقى العدو غذا فيقتلوني ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني ثم تسألني يعني بعد الموت إذا لقيتك ثم تسألني بمذاك فأقول فيك يعني في سبيلك من أجلك قتلت جدعوني ومثلوا بي الحديث رواه الحاكم وهو صحيح ما أعظم الإيمان في قلوب هؤلاء ما أكرم الأشراف الأطهار هؤلاء يقول جابرم عبد الله رضي الله عنهما لما حضر أحد يعني لما جاء يوم أحد دعاني أبي فقال ما أراني اليوم إلا مقتولة هكذا يحس إحساسه أنه اليوم مقتول وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علي دينا فاقضي يعني اقضي هذا الدين واستوصي بأخواتك خيرا وكان ترك بنات كثيرات قال فأصبحنا فكان أول قتيل أول قتيل في معركة أحد والد جابر واستخرجته بعد ستة أشهر دفنه وجاسل وكشف بعض الأجساد فذهبوا لينقلوا الأجساد هذه إلى أماكن أخرى بعيدة عن مجرى السيل قال فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه يعني فيها التغير رواه المخاري ما أرخص الحياة إذا احتيج إليها فداء لدين الله وعزازا لكلمة الله تبذل تهون لقد كان الإيمان في قلوب الصحابة أرسخ من الجبال الراسيات كان اليقين في نفوسهم عظيما ولذلك قدموا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولذلك لا بد أن نعقل الأمثال ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا خضر منها جانب جف جانب هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها ولا اللذات إلا مصائب وكم أسخنت بالأمس عينا قريرة وقرت عيون دمعها الآن ساكب فلا تكتح العيناك منها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب ودمع المصيبة ساخن ودمع الفرح بارد ولذلك قال الشاعر وكم أسخنت بالأمس عينا قريرة وقرت عيون دمعها الآن ساكب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دموعنا من خشيته وأن يجعلنا من أهل طاعته وأن يرزقنا جنته وأن يعيدنا من ناره إنه جواد كريم استودعكم الله إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته